ولا يبقى للخوف في أنفسنا مكان من أعدائنا ولا مجال فدعوا رب العالمين سبحانه وتعالى بأن يفرغ عليهم صبر من دعاء بالصبر ثم الدعاء بتثبيت الأقدام وثبت أقدامنا يعني قونا بمددك يا حي قيوم فاشدد من أزرنا واجعل عزمتنا قوية في أرض المعركة فلا نهزم من أعدائنا والدعوة الثالثة وانصرنا على القوم الكافرين أي واكتب لنا النصر واكتب لنا الغلبة واكتب لنا السيادة يا رب العالمين على أهل الكفر من أعدائنا وأعدائك في كامل التضرع والخشوع ويلجؤون خاضعين لمولاهم سبحانه وتعالى لأجل أن يصب عليهم الصبر صبا يعني إيه أفرغ علينا صبر إفراغ الشيء لما تقول فلان أتى بالإناء فأفرغه على نفسه مثلا يعني عم أتى بالماء فصبه صبا عليه يعني أفرغ الماء على نفسه حتى عم سائر جسده بالماء وإنه لمست بعد أن عم الظاهر لمست برودة هذا الماء الباطن فالإنسان حس بيه أو ذلك الذي استعمل هذا الماء حس ببرودته ولطفه ظاهرا وباطنا فدي استعارة أفرغ علينا صبرا دي استعارة إنه أفرغ علينا الصبر اللهم أفرغه علينا حتى يلامس برده ويلامس برد هذا الصبر قلوب المؤمنين فيعمهم ظاهرا وباطنا وحتى تتمكن العزيمة أو تتمكن منهم العزيمة الشديدة ويكونون بإمداد الله وتوفيقه لهم قادرين على التصدي لجالوت وجنوده هؤلاء الأعداء وربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتكون أقدامهم ثابتة في أرض المعركة لأنهم في هذه الحال لم يجدوا بابا يقرعونه ويطرقونه إلا باب الله تعالى الذي لا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله ودعاه ولما كانوا هم في حال اضطرار لأن طبعا لما تبقى عارف أن لك عدو شديد جبار وإنت حتقاتل وعمره ما هزم وأعداد ضخمة وتدريب شديد وقيادة محكمة فإنت كجندي حيب عندك نوع من الهيبة فكانوا في حال اضطرار ولما كان حال الاضطرار ده كانوا عليه بصدق وحق في الدعاء الحال ده لما بيكون عليه المؤمنين ويدعو حال من المواطن إجابة الدعاء يعني أدعى في إجابة الدعاء وقبوله عند الله فإن الله تعالى لا يخيب رجاء من كان هذا حاله بل سبحانه وتعالى يجيب من دعاه ويكشف كروب من يضطر إليه تكون في موقف اتأفلت قدما كل الأبواب خدت بكل الأسباب ولجأت إلى خالق الأسباب وإنت في حالة المضطر الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لذا فإن الله تعالى استجاب لجنده المؤمنين في ميدان المعركة كانوا في حالة المضطر فدعوا ربنا دعوه بقلب خاشع خاضع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى وكتب ليهم النصر بفضله ومدده ويستفد من هذا النص القرآني الكريم وجوهرت اليوم هذا الدعاء المنير بنستفيد مجموعة من الدروس بنستفيد مجموعة من الدروس ومن العبر أهمها إن المؤمنين مكلفون بالأخذ بالأسباب وإن هم يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للتصدي لأعدائهم في حدود المتاح ويجتهدوا في هذا اجتهاداً كسيفاً وفي هذه الحالة مع شدة الأخذ بالأسباب واستنفات كل الأسباب يجدون توفيق الله تعالى ومدده حيكون حلفهم وهم بيخذوا بالسبب لابد أن يكونوا من أهل الصبر الصبر الإيجابي الله تعالى يقول نعم أجروا العاملين الذين صبروا فقرنا بين العمل والصبر مش الصبر اللي فيه خزلان إنما الصبر اللي أنا شغال فيه بياخد بالأسباب كلها المتاح بالنسبالي عندي تخطيط هادئ للوصول إلى النصر على الأعداء ومطلوب الصبر الإيجابي ده في مواقف الشدة عشان تكون القرارات حكيمة ومدروسة لأن النصر قرين الصبر كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال واعلم أن النصر مع الصبر فينبغي على الإنسان أنه يحرص على دوام طلبه من مولاه الإنسان ربنا أفرغ علينا صبرا وإحنا محتاجينه في ميدان القتال وفي ميدين الحياة المختلفة في كل ميدان الإنسان لأن إحنا في دار امتحان ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا الصبر باب كل خير باب خير في كل شيء وهو من أهم مفاتيح الفرج الصبر من أهم مفاتيح الفرج التي منى الله بها على عباده نتعلم من جوهرة اليوم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نتعلم إنه لا ملجأ من الله إلا إليه ما فيش غنى للعبد عن مولاه تعالى في كل حل من أحواله لا نصر ولا سيادة ولا قوة ولا فلاح ولا علو إلا بالله ومن الله فيلزم من ذلك إنه يحرص الإنسان المؤمن على دوام طلب التثبيت من الله تعالى في جميع أموره بعد أن طلب الصبر أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا إني أثبت ما ينزل علي صبره يغمرني ظاهرا وباطنا ويثبت أقدامي في ميادين المعركة أو في خلافها فلا نفر من أرض المعركة ولا أهتز في معارك الحياة وبدعاء المؤمنين الصابرين اللي بياخدوا بكل الأسباب لمولاه في نفس الوقت هما بيدعوا ربنا وفي نفس الوقت هما بياخدوا بالسبب لكن لم يظنوا أبدا أن قوة البدن وكثرة السلاح والشعور بأن أنا على حق أنه ده وحده كفاية للنصر لا لا بقوة السلاح وحده ولا بقوة التدريب لوحده ولا بأننا حاسس أننا على حق الوحد لا بد من تأييد الله تعالى ومعونته لنا فأخذ هؤلاء المؤمنون الأبرار بجميع الأسباب وتذللوا بين يدي ربهم خالق الأسباب وموجدها فكان النصر والفرج قريبا الحالة دي تستدعي نصر الله وتأييده لعبادة ما يستأسدش الإنسان بالأسباب أبدا أخذ بكل الأسباب ده لازم وحتمي لأننا بأخذ بالسبب عبادة وامتسال لأن ربنا أمرنا بالسعي والسعي يقتدي أخذ بالسبب لكن ليس ظنا بأن السبب يأتيني بشيء أو يدفع عني شيء إنما امتسالا لأمر ربي أأخذ بالأسباب عايز أن جح أذاكر مريض يتداوى إنسان عاوز يترقى في مدارك العلم عليه أن يطلب العلم ويسعى في ذلك ويكد ويتعب ويجتهد وهكذا في كل ما يدين الحياة بس أنا مش معتقد أن ده السبب إلا حيوصلني الهدف أنا بأخذ بالسبب طاعة لله تعالى وقلبي معلق بخالق الأسباب كذلك الجندي في ميدان المعركة يسأل الله الصبر أن يفرغه على المقاتلين في سبيله وفي نفس الوقت أن يسبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين وبنأخذ بالأسباب على قدر المتاح بالنسبة لنا وتأييد الله دائم لعباده المخلصين المتقين وقد كان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب النصر على العدو والنبي كان بياخد بالعدة ويجهز الجيش العظيم وفي تدريبات وفي قيادة منظمة وفي دوجيه دقيق ودأوب وفي رباط على الصغور والحدود أخذ بجميع الأسباب لكنه كان بيدعي دايما صلى الله عليه وسلم من الأدعية الواردة في السنة ما جاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو كان يقول اللهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أمين ووعد الله تعالى مكفول بالنصر لجنده في كل زمان ومكان ما استعدوا واستمدوا وأخذوا بأسباب النصر وتوكلوا على الله الحي القيوم وهذا ما كانت عليه قواتنا المسلحة من جنود الجيش المصري خير أجناد الأرض في معركة العبور والعزة والكرامة في يوم العاشر من رمضان لم يرهبوا من قوة العدو المحتل وإنما ثبتوا وثبتوا على الحق وتوكلوا على ربهم فكان النصر حليفهم فهزموهم بإذن الله تحقق وعد الله والحمد لله رب العالمين ونسأله سبحانه وتعالى دوام النصر على الأعداء بحق اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا عزيز يا جبار اللهم آمين شكرا